على السعودية بمفردها تمويل إجراءات معالجة الأمراض والجوع التي تعصف باليمن قول صريح ومباشر من ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والذي يعد أول مسؤول عالمي وعلى غير العدى يصلط الضوء على طرف وحيد في الحرب الدائرة باليمن فقد اعتاد المسؤولون الأمميون إمساك العصى من المنتصف عبر تحميل جميع أطراف الصراع مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية ضيق المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي دائرة المسؤولية ملصقا إياها بالمملكة العربية السعودية فقط حينما أكد أن عليها واجب تمويل احتياجات الأزمة الإنسانية في اليمن بما نسبته 100% بيسلي خير السعودية بين إيقاف الحرب أو تمويل الأزمة أما الخيار الثالث فهو القيام بالأمرين معا حدة في اللهجة حيال أحد الممولين الرئيسيين للأمم المتحدة يرى المراقبون أنها تنبؤ بتغيير المنظمات الدولية طريقة تعاملها مع الأزمة اليمنية المتفاقمة منظمات الإغاثة الدولية كانت قد طالبت بتسهيل الوصول للمناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحثي والمخلوع بعد وصفها ما يحدث حاليا في اليمن بأنه أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم مع وصول الحرب لمراحل متقدمة من السوء في ظل عدم وجود بصيص ضوء يبشر بخروج البلاد من نفق الحرب ليس ذلك وحده ما يلخص مأساة اليمن فثمت صور أخرى للمأساة تشمل التدهور الاقتصادي وتوقف صرف رواتب الموظفين وانتشار الأمراض أختارها الكوليرا ونزوح الآلاف من منازلهم هربا من الموت يذكر هنا أن تصريحات مباشرة لمدير برنامج الأغذية العالمي تأتي بعد اتهامات من الأمم المتحدة للتحالف بفرض قيود على دخول السفن إلى ميناء الحديدة الرئيس على البحر الأحمر الذي تصل إليه نحو 80% من واردات الغذاء للبلاد